ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله وذكرت مصادر جريدة سيت أنفو الإلكترونية أن الزوج البالغ من العمر 44 سنة اتصل بطالقته من أجل إتمام بعض المصاطر الإدارية الخاصة بابنهم العالقة بالديار الليبية قبل أن يدخل في شنآنن ليعمد الزوج إلى توجيه طحانات غادرة لطالقته بواسطة سلاح أبيض وأضافت المصادر ذاتها أن الزوج بعد طعنه لطالقته أقدم على الفرار عبر دراجته النارية قبل أن يتجه إلى إحدى الدواوير القريبة من السكة الحديدية ليلقي بنفسه أمام القطار ويضع حدا لحياته بطريقة مأساوية وفور علمها بالحادث حلت السلطات المحلية والمصالح الأمنية بعين المكان حيث تم نقل الزوجة إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي بخريبكا قبل أن يتم نقل جثة الزوج لمستودع الأموات بنفس المستشفى حيث فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الواقع تحت إشراف النيابة العامة المختصة